أهلا معكم أخوتي سلام ربي صاحب قلوبكن بس طلعت هون على الضيعة عد ناس بيقربوني طلعت بهالصمت هالشوارع الفادي تقريبا مناطق الزراعية الرواء الصمت وتذكرت قلتني إيالك يا خيي وبين الحبيب قديس شربل حبيبنا بنفس الوقت تأملت وتذكرت أنا بيتي بالمدينة يعني الإزعاش كله يعني هالمطيات والسيارات اللي عبتطلع واللي عبتمرق بكل الساعات خاصة بالليل وبعض نص ليل طبعا بعرف قديس في تأثير من الدولة وقت لمعص بقول ما في دولة ويني الدولة وين عبشوف برجع بقول ان أوكي يمكن الحق على الدولة انه ما بتكمشون مظبوط شاء الله بكرة بترجع بتوقف الدولة عجريا وبتكمشكن جميعا لمصلحتكم ومصلحتنا طبعا تنقدر نام تنقدر نهدى لأنه في كتير ناس عندهم أطفال عبتوعوها بالليل في كتير ناس مرضى عبتزعجوها واللي أهرني أكتر شي كنت عبتفكر وقول انه شو هالسفقة الموتسيكلات اللي جاي من برة اللي هلقد أشكموناتها وصوتها مزعج بيقل لي أحد أصدقائنا يا خي مش يعني أنا كنت بذكر اسمه معروف جدا يعني وأحد المزيعين بأحد الإزاعات المهمة ومؤمن وحبيبنا وخينا بيقلي يا خي يا أبونا مش الصفقة هاي اللي اجت الحق عالدولي اللي اجت هاي دي الموتسيكلات هن جايين أشكموناتها من هيك هاي دي قطعة بيشتروها الشباب المزعجي بيحطوها بموتسيكلات وانو بتصير هي تطلع هاي دي الأصوات صدقوني حزنت من قلبي هاي دي الحكي من يومان بعدني عبفكر فيه قداش متضايق ومزعوج انو في ناس عبتشتري تحتى تعمل إزعاج لآخرين يا أخي كيف عبتشتري هاي اللي طالة وحق دولار عبتركبه بموتسيكلات تحتى تزعج العالم بالليل وبالنهار يعيب الشوم العار عليكن شو عبتركبه صدقوني 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 هاي خطيئة نعم خطيئة عبتزعج غيرك عبتقلم غيرك عبتخلي غيرك يتوجع في ناس بتنزعج وبتتقلم اللي عنده ولاد واللي عنده مرضى قاعد حزك مزك طالع بالموتسيكلات والسيارات بهالإزعاج عبتجيبه مش بس خطيئة ببلاش لحالكن عبتشتروا الخطيئة شتريه يا عدري قليقون صرنا عبتشتروا الخطيئة بيروا بالكن على حالكن انتبهوا على مستقبلكن يا أخوتي لأنه مش مزبوط أبدا اللي عبتعملوه بكل المقييس الله يهديكن وربيكم ماكن